كلما شعرت طهران أن الخناقة يضيق عليها سواء سياسيا أو اقتصاديا لجأت إلى سلوب استعراض القوة استعراض يأخذ شكل مناورات عسكرية ضخمة تكلف مبالغ طائلة لا يكاد يتحملها اقتصادها المنهك وهذا ما يجري منذ أيام في مياه الخليج عند مضيق هرموس الاستراتيجي فارتفاع نبرة الغرب تجاه الملف النووي الإيراني وازدياد وطأة العقوبات الدولية التي أدت إلى تراجع الاقتصاد الإيراني وتخوف طهران مما يجري في سوريا واحتمال خسارة حليف استراتيجي هام كلها عوامل تدفع بصانع القرار في طهران إلى إبراز مكام القوة التي يمتلكها والسؤال المطروح حاليا لماذا الآن؟ مناورات عسكرية إيرانية جديدة في الخليج الهدف والرسالة موضوع حوارنا على سكاي نيوز عربية لهذه الليلة ونستضيف فيه من أبو ظبي رئيس مركز سقر للدراسات العسكرية والأمنية والاستراتيجية الدكتور مهند العزاوي معنا أيضا من لندن الباحث في الشأن الإيراني حميد قل شريفي ومعنا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي ساعد بن عمر بإمكانكم أيضا المشاركة في هذا الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك مرحبا بضيوفي هذا المساء سأبدأ معك أستاذ شريفي في لندن مساء الخير مرحبا بك قائد القوات البحرية الإيرانية حبيب الله سياري يقول الهدف من هذه المناورات هو إظهار القدرات العسكرية للقوات المسلحة وإرسال رسالة سلام وصداقة للدول المجاورة كيف يمكن إرسال رسالة سلام وصداقة للدول المجاورة من خلال استعراض قدراتك العسكرية على بعد كيلومترات من حدودها بسم الله الرحمن الرحيم النقطة الواضحة في هذه المناورات ونعلم مناورات بهذا الحاجم هو مناورات مبرمجة سابقا وكل سنة في هذه الأيام تكون هناك مناورة إيرانية وهذه ليس الأولى في هذا العام بل كانت هناك مناورات مختلفة بحرية وكذلك برية وجوية وهذه المناورات تختص للقوة البحرية التابعة للجيش وهناك قبل أيام مناورة للحرس الثوري في مياه الخليج الفارسي أستطيع أن أقول بأن إيران تقول أنها مناورات تهدف منها إرسال رسالة السلام ولكن هناك دول في منطقة الخليج الفارسي تراها استفدازية وهذا التواجه مع هذه المناورات تعطي صورة بأن هناك تنافس بين المملكة العربية السعودية والدول التي تواكب مع الولايات المتحدة ضد إيران ورأينا قبل أشهر هناك كانت مناورات ضخمة للولايات المتحدة والدول الغربية وكانت هناك مشاركة من الدول في الخليج الفارسي في هذه المناورات ولم يقال بالنسبة لهذه المناورات التي شاركت في هذه الدول بأنها استفزازية ولكن هي كانت استفزازية بالنسبة لإيران لأننا نرى بأن إيران ترى بأن هذه المناورات التي أجريت في منطقة الخيج الفارسي ووهر أمان كانت استهدافها بالنسبة لتهديد إيران بالنسبة لإغلاق مضيق هرموز والآن كذلك الرسالات هي مختلفة من جراء هذه المناورات ومنها إرسال الرسالة الأصلية للولايات المتحدة وليس للدول المنطقة التي تستضيف المواقع الأمريكية والقواعد العسكرية الأمريكية طيب سأنتقل إلى ضيفي في الرياض الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سعد بن عمر أستاذ سعد مرحبا بك إذن هي رسالة إلى واشنطن كما يقول السيد شريفي في المقام الأول ولا تهدف استفزاز دول الجوار لماذا دول الجوار برأيك تعتبرها استفزازية أليس من حق إيران كما هو من حق أي دولة تختبر قدراتها الدفاعية دول المنطقة تشارك في مناورات كما ذكر السيد شريفي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة أن المناورات الإيرانية تحدث هذه الأيام بعد ملاحظات ثلاث أولى هذه الملاحظات أن المناورات شرق مضيقة هربونس في بحر العرب وبحر عدن وخليج عدن وبحر العرب والبحر الأحمر والمحيط الهادي الملاحظة الأخرى أن هذه المناورة تحدث في شبه وضع ارتباك للأوضاع في سوريا أو هناك تلمس انهيار نظام في دمشق ومن هذا الباب الملاحظة الثالثة أن الحرس الجمهوري الإيراني أو القوات المسلحة الإيرانية منتهية منذ فترة بسيطة من مناورة كبرى قبل أربعة أشهر تقريبا وفي العام الماضي في ديسمبر من هذا الشهر في مثل هذا الشهر قامت بمناورة كبرى وعظمى أسمتها بأسماء كثيرة وعندما نشاهد أو نسمع الناطق الرسمي باسم المناورة وهو يقول رسالة سلام فلا أعتقد أن هذه رسالة سلام عبر فوهات بنادق القوات المسلحة الإيرانية أو صواريخها التي من فترة وأخرى تحاول أن تجربها في مياه الخليج العربي أو في بحر العرب إذا كنت ترى أن هذه المناورات ليست مدرجة مسبقا كما قال السيد شريفي وإنما مرتبطة بأحداث يشهدها الإقليم نعم الإيرانيون لم يعلنوا جرت العادة أن يكون هناك إعلان للمناورة منذ فترة ليست بالبسيطة قبل إجراء المناورة حتى الدول تأخذ احتياطاتها تغيير خطوط طيران تغيير خطوط بحرية ملاحية لكن هذه المناورة أتت سريعا ومعروف مفهومة رسائلها رغم دول الخليج العربية تلتزم بضبط النفس ولم ترد على هذه المناورات لأنها تعرف مسبقا قدرة الإيرانيين وأيضا قدرات الدول الخليج في حدوث أي شيء لا سمح الله قد يحدث مستقبلا طيب أنتقل إلى ضيفي هنا في أبوظبي الدكتور مهند العزاوي مساء الخير دكتور ما رأيك هذه المناورة رسالة سلام وصداقة كما تقول طهران أم أنها رسالة سلام عبر فوهات المدافع كما يقول الأستاذ ساعد في الرياضة تحيير لك أخي مهند تحيير لضيفك تحيير المشاهدين بالتأكيد لا يوجد شيء اسمه صداقة وسلام باستخدام القوة يعني إذا ما أخذنا بالنظر الاعتبار أن الخليج العربي طيلة فترة ما يقارب هذا العام خضع إلى خمس إلى ست مناورات إيرانية وبالتالي إيران تمتلك ساحل كبير يعني بعيدا عن ساحل الخريجي العربي بإمكانها نقيام بمناورات في إمكان آخر وأنا أعتقد هذه المناورات جاءت بالدرجة للرد على القمة الخليجية التي خرجت لأول مرة بشكل واضح وصريح وصلب عندما طلبت من إيران إيقاف تدخلها نهائيا في شؤون الدول العربية وخصوصا الخليجية منها وكذلك شكلت قيادة عسكرية تحسبا للطوارئ وتحسبا لإنفلات الوضع ضمن المنطقة العربية إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن إيران تدير اليوم يعني يكاد يكون حرب طائفية أقليمية عبر مثلث التأثير اللي هو لبنان سوريا العراق وأنا أعتقد هذه المناورات جاءت أيضا تشير إلى مستوى الضعف الإيراني إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنه هناك عندما تجري المناورات لابد أن على البعد الاستراتيجي بالعام مرة واحدة أو كل عامين مرة وكل خمس أعوام تجري المناورات مرة واحدة وبالتالي أنا أعتقد هذا جزء من الهستيريا والضعف يعني كيف يمكن أن نتحدث عن ضعف دكتور مهند عندما تكون هذه المناورات مكثفة مناورات تشمل مليون كيلومتر منبع منطقة جغرافية تشمل قوات خاصة وحدات غوص غوصات اختبار توربيدات اختبار صواريخ بحر جو يعني كيف يمكن أن تكون هذه المناورات تعبر عن ضعف أليس هذا استعراض واضح للقوة؟ لا نعم استعراض القوة شيء والضعف الذي يقمن فيه النظام شيء آخر نظام بين طبيعة إداءة في المنطقة على البعد الليبرالي التحكم بالملفات الإقليمية وتصدير دائما الأزمات الداخلية الأزمات الخارجية وصناعة العدو هكذا هي لعبة النظام الإيراني في المنطقة لا ننسى أنه عندما نتكلم عن انهيار وشيك للنظام في سوريا وإضافة إلى الربيع العراقي القادم لا تنسى أنه سيغير المعادلة بشكل كامل وبالتالي أنا أعتقد إيران ذهبت إلى استخدام القوة بشكل مستعجل بهذا الشكل وقصوصا هي تماحك بين عمل الجيش والحرس الثوري الإيراني لا تنسى اليوم الحرس الثوري الإيراني عبارة عن دولة الظل داخل الدولة نفسها وبالتالي هناك مشاكل كثيرة تعاني منها إيران على المستوى الداخلي وخصوصا على مستوى الاقتصاد الجوع البطالة التردي الاختلاف المكونات والقمع الذي يمارسه النظام ضد العدد الكبير من المكند وبالتالي هي تحاول أن تصدر الأزمة إلى الخارج أستاذ شريفي في لندن دعني أسمع إلى رد منك على بعض هذه النقاط فيما يتعلق بأن هذه المناورات هي رد على القمة الخليجية الأخيرة التي اتخذت معواقف واضحة ومتشددة تجاه إيران وتجاه التدخل الإيراني في شؤون الدول وأيضا ما إذا كانت هذه المناورات مرتبطة بشكل أو بآخر بالوضع في سوريا تحديدا وربما إلى حد ما الوضع في العراق يعني لما نرى كثافة هذه المناورات وكيفية التنسيق بالنسبة للقوات التي اختبرت بالنسبة للعمليات في داخل بحر أمان وكذلك في مياه المحيط تعطي صورة بأن لن يكون برنامج للمناورات في أيام يأخذ قرارها وهذا شيء يستبعد كثيرا من ناحية العسكرية وأعتقد بأن كثير من المحللين العسكريين يؤيدين هذه الفكرة بأن مناورات بهذا الحجم لن يكون ببعضة أيام أو يرتبط بالقمة الخليجية أنا أعتقد كذلك بالنسبة للقضية السورية وأنا أعتقد هناك كذلك في سوريا الآن إيران هي تحت ضغط ولكن هذا الضغط لن يكن في السنة الماضية أو السنوات القبلة التي كانت إيران تجري مناورات عسكرية بنفس الحجم وبأضخم في مناطق مختلفة من إيران وفي سواحلها في الخليج الفارسي وبحر أمان ولكن أستطيع أن أقول بأن جراء التهديدات الغربية وكذلك إسرائيل بالنسبة للحملة على المشآة النووية الإيرانية وكذلك هناك كان تناسق وانسجام بعض الدول في المنطقة مع هذه السياسة وسياسة الولايات المتحدة لخناق على إيران والتواكب مع سياسة العقوبات ورأينا هناك على حسب المثال المملكة العربية السعودية زودت إنتاج نفطها لتغطية النفط الإيراني الناقص من الأسواق العالمية وكذلك كان هناك خرقا بالنسبة للالتزامات في داخل منظمة أوبك وهذا يعطي صورة بأن أمن الملكة العربية السعودية وبعض الدول في داخل الخليج يشاركون في الحرب الاقتصادية ضد الجمهورية الإسلامية وهذا لا يخفى عن الجمهورية الإسلامية وكذلك الولايات المتحدة لما تتحدث بأن أيام الحل هي معدودة بالنسبة للجمهورية الإسلامية تعطي صورة بأن الولايات المتحدة وكذلك الدول الغربية التي تحدثون بأن جميع الخيارات موجودة على الطاولة يتحدثون باللغة تهديد عسكري بالنسبة لإيران وأعتقد إذ إيران ترى إلى مصالحها القومية وكذلك بالنسبة للدفاع المحق بالنسبة لأراضيها ومياهها ولهذا أعتقد بأن المناورات التي تبرمج في داخل الجمهورية الإسلامية يتأدي بحسب التهديدات المتواجدة في المنطقة ورأينا كذلك كيف الولايات المتحدة زودت أساطيرها في المنطقة وكذلك رأينا فرنسا أسست موقع عسكري في داخل الإمارات المتحدة وكذلك بريطانيا عقدت اتزامات مع أبوظبي بالنسبة لإيجاد وإنشاء موقع عسكري وكذلك رأينا الصفقات العسكرية بين الولايات المتحدة والدول الخليج بالنسبة أكثر من 120 مليار دولار من أموال الجماهير العربية التي هم كذلك أكثر بحاجة بالنسبة لهذه الأموال بسبب المشاكل الاقتصادية المتواجدة في كثير من البلدان وأنا أعتقد بأن أنا أتفهم حلصك على الجماهير العربية أستاذ شريف ولكن أيضا الجماهير في إيران بحاجة إلى هذه الأموال الطائلة التي تنفق على هذه المناورات التكنولوجيا البترولية الإيرانية في حالة تهاوي وتآكل وبحاجة إلى إصلاحات تكلف مليارات الدولارات أليس من الأجدى أن تنفق الأموال على هذا القطاع بدل أن تنفق على مناورات تقول أنها رسالة سلام ومحبة أنا معك أنا أرجو وأمل بأن يكون هناك يوما اتفاق أمني بين إيران والدول العربية في الخليج الفارسي على اتفاق أمني لحفظ الأمن الخليج الفارسي بحضور جميع الدول التي تطلع على هذه المنطقة ولن يكون هناك بحاجة إلى أساطير خارجية ومواقع عسكرية للولايات المتحدة والدول الغربية ولكن هناك فارق كبير إيران جميع مداخلها من الناحية الاقتصادي هي حوالي 100 مليار دولار ونعلم جيدا بأن استيرادها من الخارج حوالي 80 مليار دولار بالنسبة للسلع والمواد الأساسية بالنسبة للإقتصاد الداخلي وأن كثير من قدراتها العسكرية هي تأتي من قوتها الدامية وكذلك من الداخل الإيراني ولكن رأينا الصفقات العسكرية التي أبرمت بين الدول العربية والولايات المتحدة هي تضاعف أضعافا عشرات المرات أكثر من الميزانية الدفاعية للجمهورية الإسلامية وكذلك أريد أن أريد على نقطة أخرى بأن إيران تريد أن تخلق مشاكل أو أزمات في داخل الدول العربية من الناحية الطائفية أعتقد بأن هذا كذلك لا يستحق بالرد لأن نعلم أن هناك مشاكل وأزمات في داخل كثير من الدول العربية وكثير من تلك الدول تريد أن تصدر مشاكلها وأزماتها إلى الدول الجوار وهذا شيء معتاد عليه وحتى رأيناها في السابق أي دولة عربية تشاهد مشكلة تربطها بالدول الخارجية مثلا في المملكة البحرين أو في المملكة العربية السعودية مشاكل هناك وحتى في الإمارات لما يكون القابل على إخوان المسلمين هناك تستهدف مثلا مصر بالنسبة لهذه القضايا يعني هناك على مدى السنين الماضية أي أسمة داخلية ترتبط بالخارج لسحق المطالبات المشروعة والشرعية بالنسبة للمواطنين في داخل بلدانهم وهذا يتجي إلى جميع الدول ولا أفرق بين هذا البلد أو ذلك البلد سأستمع إلى رد على هذه النقطة نقطة مهمة أثرتها سيد شريفي من ضيفي ولكن بعد وقفة قصيرة أود أيضا أن أسأل عن مسألة إغلاق مذيق هرمز نسمع دائما من المسؤولين الإيرانيين إلى أن إيران ستلجأ إلى إغلاق المذيق في حال تعرضها لهجوم هل بالفعل يمكن أن تقدم على مثل هذه الخطوة؟ الأمر الآخر الذي أود أن أسمع إلى رد حوله من ضيوفنا تصريح الرئيس محمد مرسي بالأمس الذي قال فيه أن أمن الخليج العربي مسؤولية قومية لمصر سنجاوب على هذه التساؤلات بعد هذه الوقت القصيرة